اشتركوا في القناة في خير واحسن حال فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد ان شاء الله كده يعجبكم قبل ان نبدأ الفيديو مع بعض حاب اقول لو اول مرة تشوفوني انا اسمي ناجوة سالم ودي قناتي لو مش مشتركين في القناة فضلا وليس امر تشتركوا في القناة وتفعلوا الجراز وتدوسع على كل عشان توصلوكم كل اشعارات الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها ان شاء الله الفيديوهات كده تعجبكم وروتين بتاعنا النهاردة قوي جدا 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 تابعونا لاخر الفيديو ان شاء الله كده الفيديو يكون مشجع ليكم مبدأين في الاول كده زي ما شفتو كده بدأت اكنص قبل ما واكنص خالص بعمل ايه برش الارض يعني ايه عشان الارض طبعا برشها في الاول عشان خطر التراب ما يقومش علي وكده برش في الاول وبعد كده ببدأ اكنص المكان ما شاء الله تبارك الله وسع جدا عايز اقول لكم هو بيشيل حوالي التلات عربيات وهو في نفس الوقت الجراش للعربية وفي نفس الوقت الولاد بيلعبوا فيه كده فالمكان الوحيد ده اللي هو ارض في البيت والمكان الوحيد اللي سهل في التنظيف اللي هو مجرد ايه انك انت ترشي وتجيبي تكنصي وبعد ما الكنس وكده بتجي ترشي تاني وخلص خلص الموضوع لعكس ما بتبعودي تشيله وتجيبيدي وتروحي كده وتمسحي كده وحاجات كده يعني يلا ما علينا الحمد لله على كل حال وزي ما انتو شايفين كده في الاول طبعا زي ما قلت ان احنا رشينا وبعد الارض متهدى بقى اكنصة الارض زي ما قلت ان هو او المكان زي ما قلت مكان كبير فبقسمه الاربع اركان او اربع اجزاء كده واكنص كل جزء مع نفسه بقسمه ايه بقسمه بالنظر يعني بعد ما بكنصه كده برجع رشة تاني طبعا حفصة حابة تقوم بدور المساعدة والمشاركة وتشاركني في كل حاجة يعني كناست معي في الاول وبعد كده رجعت ايه رجعت رش معي طبعا حكاية الرشة دي الولاد طبعا بيفرحها اولا اصفالها متن بتفرح بعجز مع رش يعني اللي ليه وليما لووش بيحب ايه بيحب يتحشر كده ويرش كده يعني بعد ما بالرش مكان كده زي ما قلت بيبقى مضيف جدا 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 انا كنت عملت فيديو بالتفصيل عن المكان قبل رمضان فيديوهين فما حبيتش اقرر واعمل تالت فيديو لو اول مرة تشوف الفيديو ده ممكن هسيب لكم الفيديوهات او اللينكات بتاعت الفيديوهات اللي فاتت في صندوق الوصفة له وحابين يعني تفرجوا عليه بصوه هنا الزينة بتاعت رمضان لسه فضلة زي ما هي احنا محبي نشيلها ولا اي حاجة بس مع الها وكده مش هيخليها هي هاتشال مع نفسها من تلقاء نفسها يعني كده هاتشال مش هتفضل مع الهوى وكده بس احنا بنزلها كده كنا رشينا وخلصنا والمكان بقى حلو جدا زي ما قلت لكم ده ابسط مكان بنقدر نضافه بكل سهولة من غير مجهود من غير تعب من غير اي حاجة سهل جدا وخاصة بعد ما بترش الارض كده بتبقى لها ريحة مش عارفة والله بتبقى لها ريحة حلوة جدا انا عن نفسي بحب الريحة دي بعد الرشة تماما بحب الريحة دي تبقى حلوة جدا جدا وهنا هنغبز العيش المصري العيش المصري من الحاجات الجميلة جدا اللي تقدر تغبزيها بالليل تغبزيها بالنهار تغبزيها الظهر الصبح في اي وقت تغبز العيش المصري بينجح معاك مليون في المية بعجن العجين وبسيبه ساعة بيختمر الساعة اللي بيختمر فيها طبعا مش هقعد كده مستنيه انا العجين لحد ما يختمر وكل حاجة لا خالص انا هستغل للوقت فاروحت عملت ايه رحت كنست وبعد ما كنست رجحت تاني للعجين بس عايز اقولكو على الحاجة ان العباية اللي كنست بيها ما ينفعش خالص ان انا ارجع اغبز بيه عشان تجنبا لأي حاجة يعني انا كنست ورشيت وعملت ومية وكده فما ينفعش خالص ان انا ارجع اغبز بنفس العباية يعني في الاول كده في البداية خالص انا عجنت ورحت كناسته ورجحت تاني للخبيز في الوقت ده طبعا كنت خلصت الخبيز خالط بسيب العيش بتاعه يبرد ويهدى تماما بعد ما ببرد تمام بحطه في أكياسه وبحطه في التلاجة لو كنا في الشتاء بسيبه ممكن ليلة كاملة برد التلاجة مش هيجراله أي حاجة لكن لو في الصيف ما ينفعش خالص ان انا اسيبه برد التلاجة ليه عشان فيه خميرة فورية خميرة فورية بتساعده ان هو لو برد التلاجة بيبوز لكن لو جوه التلاجة مش هيجراله أي حاجة يقعد أكتر من أسبوع عشر ايام خمستاشر يوم من غير ما يجراله أي حاجة كمان لو كان في الفريزر بيقعد شهر مش هيجراله أي حاجة وهنا هنبدأ نخسل السمك السمك جاي متنظف وجاهز وكل حاجة لكن في نفس الوقت أيا كان بتاع السمك مش بينظفه مليون في المية أكيد فلازم بيكون فيه بقايا للقشرة من برد كده بيكون فيه بقايا ليه فلازم بتتنظف كمان الفرشة دي عايز أقول لكم حلوة جدا جدا في تنظيف السمك لا غن عنها في تنظيف السمك ممتازة ماينفعش خالص أنظف سمك من غير الفرشة دي بصوا الجزء بتاع الرأس دا اللي هو ما كانت خياشيم بيبقى فيه مادة لازجة كده ماينفعش طبعا تتنظف بسهولة دي لكن الفرشة بتنظفها بكل سهولة بصوا بعد كده هيعمل ايه ورحت جايبة شوية من الجنزبيل البودر وجايبة لمون وعذرت لمون الجنزبيل كده ودعكت بيهم السمك عشان خطر الزفارة بصوا المفروض كنت عملت ايه المفروض كنت جبت طبع فيه دي أو شوية من الدي وشوية من الجنزبيل البودر ودعكت بيهم السمك برضو عشان الزفارة يعني كده ينفع وكده ينفع كل ده يخلصك من الزفارة تماما بالنسبة لتدبيلة السمك هي نفس التدبيلة اللي بعملها كل مرة سمك مالي سمك مشوي ايا كان السمك بعمله برضو نفس التدبيلة التدبيلة بجد بتده السمك طعم حلو جدا بروح جايبة الخلاط وبجيب في الفلاغدر وتماطم وبصل وتوم وقصبار وخضر كل ده بقطعه وبحطه في الخلاط بحط عليه معلقة من البابريكا معلقة من الفلفلسود معلقة من كامون وطبعا بحط لمون وخل كل ده بضربه في الخلاط وبتدبل به السمك اتمنى انا مكنش نسيت حاجة في التدبيلة كمان لو حابين تعرفوا التدبيلة بالتفصيل فيديو السمك المائلي موجود على القناة فيه رز صيادية وفيه كمان التدبيلة بالتفصيل لو حابين يعني ترجعوا للفيديوهات وتشوفوها اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد مع كل التعب اللي حصل بالنهار لكن نيجي بالليل ويبدأ التعب التاني اللي هو التطبيق الهدو فيه على السرير غسيل فلازم الغسيل ده يباد في الدولار ما ينفعش لو سبته كده على السرير هيتبهد له ويبوز ويحوز ان انا اغسله تاني فلازم اعمل ايه بطبق الغسيل وحطه في الدولار خاصة انا مش بعترف ان انا غسلت غير لما حط الغسيل في الدولار مش هيجرى حاجة لما الواحد يتعب نصف ساعة او ساعة بالكتير وتلاقي نتيجة حلوه بروح جايب الغسيل كده ويبدأ اطبقه بص عيز اقول لكم على حاجة ان هدوم عضلة مش بخسلها مع الهدوم بتاعتي انا وامي بخسل هدوم عضلة لوحدها مع اختلاف الانواع يعني لبيض بخسله مع اللبيض الجنس بخسله مع الجنس يعني كل نوع مع النوع بتاعه يعني بحط بمعنى اصح حط حطتين تلات حطات بحطهم كده وبعد كده بنشرهم وطبعا في اللم الغسيل بلمو كله مع بعضه وهنا بابدأ اطبقه بجيب التشارت كده وافريده وباروح بعد كده التانية باروح جايب الكمام سواء كمه او نص كمه بجيب كمه واثنيه كده وباروح تانية للتشارت زي ما انتر شايفين البناطيل برضو كده بصوا انا بطبق بطبق كل نوع بروسه معه النوع اللي شابهه يعني بجيب التشارت بحطه على التشارتات البنطلون بحطه مع البنطلونات الشرطات مع الشرطات بوكسرات مع البوكسرات كده يعني عشان ايه عشان وانا بروسه في الدولاب بالنسبة لي كده بيبقى سهل يعني وانا بروس التشارتات مش باخد التشارتات كده وبروسها كده وبحطها في الدولاب وخلاص انا رصيت لا بروس لكن عايز اقول ايه لما باخد التشارتات واجيب حط التشارت على التشارت وانا بسحب التشارت كده وانا مسكه في ايدي بسحبه كده بلاقيه شورت بلاقيه بانطلون كده باتوه وكده بيتطلق بط معي الهدوم فافضل حاجة بحط كل حاجة كده زي ما انتوا شايفين على السليل بحط كل نوع مع النوع اللي شابهه وبطبقه كده وكده بالنسبة لي بيكون احسن وافضل ومش باخد وقت على فكرة بصوا ميزة حلوة جدا في هدوم الاطفال انها مش بتاخد مساحة خالص في الدولاب ايا كانت كمية الهدوم مش بتاخد مساحة تشوفوها معي وانا بحط هدوم عبدالله بصوا البنطلون العادي ده حلو جدا بالنسبة لي لكن البنطلون البابجي ده عايز اقول لكم اختراع زي الزفت اختراع وحش جدا فيه اكتر من البنطلون العبدالله البابجي بقرهم جدا جدا بتعقد منه ناس كتري بتقول حلو وبتقول ده موضة وبتقول ده شيك ومش عارف ايه لكن انا عن نفسي مش معترفة بيه خالص بكراهو طبعا الغسيل من الحاجات اللي مش بتخلص خالص دايما فيه غسيل دايما فيه غسيل موجود عشان كده الواحد بيحب يتخلص من كل حاجة مرة واحدة ايا كانت المجوز زي ما قلته ايا كانت التعب فلازم الواحد بيخلص من الغسيل اول بول انا بكون مرتاح نفسيا لما بدخل القوضة كده بلاقي على السرير موجودش جسيل خالص كده بالنسبة لي بيقى راحة نفسية كمان الدولات بيبقى مترتب كل حاجة بتبقى متنظمة وفي مكانها بصوا هتشوفوا معايا في نهاية الفيديو الهدوم بتاعتها عبدالله تلت صفوف ولتاكن تلت صفوف انا عارفة نفسي انا حطة ايه ومحطاش ايه وده فين وده فين لان هي منظمها مرتبة ايه دايما فيه عشان كده بيبقى عارفة كل حاجة مكانها فيه عكس لما بتكون حطة الهدوم على السرير كل حاجة اكشف بعضها كده مش عارفة ده فين وده فين غير كده بيبقى فيه تراقب التراقب عايزة قولكن بيبقى ممل جدا مش بتقدر تتخلصي منه حتى لو حبيت تتخلصي منه بتبقى شايلة همه بتبقى متعقدة نفسيا انا كنت تعملي ده ده ليه ايام واثنين انا هعمل قد ايه ده نهات عبدانا هاخد مجهود فانا على ايه اخد الحاجة اول بول اول بول كده بيبقى بالنسبة لي كده حلو جدا 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 وزي ما قلت انك تتعابي نص ساعة ساعة مش هيجرأ اي حاجة لما بتطلع من نتيجة حلوة بتكون مرتاحة نفسيا وكمان بتكون الحاجة عندك منظمة وين يجي هنا لطريقة الرسل زي ما انتو شايفين ان حجم الرف واخد كمية حلوة جدا من الهدوم يعني انا برسوم بالطريقة دي او عايز اقول لكم ان انا بطبقه بالطريقة دي عشان خاطر ياخد معايا كمية من الهدوم كمان وانا برس مش برسه بس باجي في اول صف اول صف اللي عايز اقول لكم اللي هو بيبقى من جوه ده بيبقى بالنسبة لي اعلى صف ليه بروح جايبا الشرطات الضخمة شوية وكمان الترنج الكامل الشرطات الجنس كلها بحطها منورات وييجي بعد كده الصف اللي هو اقل منه شوية او اللي قدامه بيبقى اقل شوية اللي هي التشارتات اللي حجمها اقل شوية والتشارتات البيضة والشرطات اللي حجمها اقل بحطهم كلهم كده جنب بعض بحطهم بمراحل متساوية بعد كده بروح جايب الفنات البيضة وبجيب كمان البقصرات وبرسوهم بالشكل ده في اول صف من قدام بكده بروس تلت صفوف والتلت صفوف بالتدريج الأعلى والأقل والأقل وبكون كده شايفة كل حاجة قدام من غير ما توف الدولاب خالص كده بالنسبة لي بيبقى أسهل رصة حلوة جدا وفي نفس الوقت